بسم الله الرحمن الرحيم مدارس الوتر العربي اليوم موضوعنا للصف التاسع عن الجهاز العضلي قبل ما نأخذ عن تركيب الجهاز العضلي نتعرف عن أنواع العضلات أول نوع من العضلات رح نتعرف على العضلات الملساة أو ما تسمى بالعضلات الحشوية وتوجد هاي العضلات في القناة الهضمية والأوعية الدموية وبتتميز العضلات ملساة بإنها لا إرادية الحركة النوع الثاني من العضلات الموجودة في جسم الإنسان وهي العضلات القلبية وتوجد في جدار القلب وتميزت هاي النوع الثاني برضو من العضلات برضو إنها لا إرادية الحركة أما النوع الأخير من العضلات هو العضلات الهيكلية اللي تستند على الهيكل العظمي وهاي النوع من العضلات تتميز إنها إرادية الحركة ولو فتحنا عندي بالكتاب صفحة 53 منلاحظ التركيب العضلة الهيكلية بوضيح لي في الرسمة تركيب العضلة الهيكلية بداية الأمر رح نتعرف أن العضلة الهيكلية ترتبط مع الإعضام بتركيب يسمى الوتر ويحيطها من الخارج بنسيج ضام التركيب الداخلي العضلات الهيكلية تتكون مجموعة من الحزم العضلية وكل حزمة عضلية تتألف من مجموعة من الألياف العضلية الآن أهم تركيب فيها هو الليف العضلي لأنه بتكون من نوعين من خيوط الأكتين وخيوط الميوسين الآن خيوط الأكتين وخيوط الميوسين زي ما عندي موضح في صفحة 54 نتيجة حركة خيوط الأكتين اللي هي بتكون خيوط بروتينية رفيعة وخيوط الميوسين وهي عبارة عن خيوط بروتينية سميكة نتيجة حركتها بتساعد على حركة العضلات بانقباض وحركة الانبساط عندي الصورة با زي ما احنا ملاحظين هون في الرسمة تمثل حركة انقباض لعضلة هيكلية اما الصورة الف تمثل حركة انبساط لعضلة هيكلية كيف نعرف الفرق بناتهم انه تحدث حركة الانقباض للعضلة هيكلية نتيجة انزلاق او تداخل الخيوط البروتينية كما ممضح في الصورة انها تقارب الخيوط البروتينية عند خيوط الاميوسين وخيوط الاكتين حتى تعود العضل إلى وضع الطبيعة أو حالة الانبساط لازم يحدث عندي تباعد لخيوط الأكتين وخيوط المنوسين رح نتعرف بالتفصيل عن عملية انقباض العضل إن شاء الله اللي أخذنا في التوجيه العلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته